أننا نعيش الآن ربيع سينمائي هذا الوصف دقيق في الأمريكا العربية السعودية ولا تولى ما وصلنا للمواصل حتماً بمقارنة بالسابق في شيء يحدث تغير إيجابي يحدث السماح بوجود صلاة السينما في السعودية وجود هيئة مختصة بدعم صناعة الأفلام في السعودية لا شك أنه هذا قياساً بالماضي حتماً تقدر تسميها ربيع وأيضاً وجود نماذج الأفلام السعودية طبعاً عندنا أفلام نزلت في المهرجانات وعندنا أفلام نزلت في شباك التذاكر فهذه حتماً يعني ظروف استثنائية وتدعو للتفاؤل نحن من أول أن نشارك المهرجانات تواجدها صح أو لا سألت بلعزيز أول ما كان فيه فرصة لتقديم الأفلام إلا عن طريق المهرجانات السينمائية الخارج السعودية أو عن طريق المهرجان الوحيدة اللي كان في السعودية اللي هو مهرجان أفلام السعودية الآن الوضع اختلف المساعة صارت أكبر الخيارات صارت أكثر طبعاً زي ما سميت أنت الربيع السينمائي صارت السينما منصات الدجتال القنوات الفضائية صار هذا كلها مساحة مفتوحة لأي صانع فيلم أنه يقدم منتجة طريقها يعني عبارة أخرى ما أحد له عذره الحين أنا ما بغى أقسم على زملائي طبعاً لا يزال فيه تحديات أيضاً يعني تقدر تقول أنه وإن كان فتحت الأبواب لأن الصناعة تبدأ تنموت تشكل إلا أنها لا تزال في مرحلة مبكرة جداً لا تزال في مرحلة دعنا نقول الطفولة المبكرة فهي لا تزال صناعة بحاجة إلى معاملة خاصة إلى رعاية خاصة أساس تزدهر بشكل كويس لكن حتماً يعني قضية أنه يس إذا اليوم تتكلم عن أي شخص أو أي فريق من الأشخاص يبغون ينتجون فيلم سينما الفرص أمامهم مفتوحة بغض النظر عن حجم الإنتاج هذا لكن البيئة تشجي تشجي